كلام رائع. الآن سيادة اللواء في المدرسة العسكرية وأنت مستشار في هذه الأمور نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي قضية هام جدا في العلوم العسكرية أو في الخطط العسكرية الآن شو ممكن ناخد دروس من هذه الحرب؟ كيف أهمية التخطيط الاستراتيجي والعمق الاستراتيجي بيلعب دور في النصر؟ شوف حضرتك أولا التخطيط الاستراتيجي يعني يمر بعدة عناصر يجب أن يحدد هدف في الجدائي أنا عايز إيه؟ لما رصد الهدف أنظر بعين الطائر زي ما بنقول لكل المقاومات والركائز التي أمتلكها خضراتي، إمكانياتي، عناصر الدعم اللي ممكن توصل منه كل المقاومات أو عناصر النجاح اللي ممكن تحقل هذا النصر أو هذا الأدب لأما أحيانا يعني في العلوم العسكرية قد تملك القوة لكن لا تملك القدرة ما أنا هكمل لحضرتك، في نفس الوقت بتعرض لبعض التحديات أو المحددات أو المعوقات أو المقاومات اللي ممكن تحول دون تنفيذ هذا الهدف اللي أنا رصده من البداية لو تحقيق النصر، لو نظرنا إلى عمل أكتوبر 73، لا صوتها يعلو في صوت المعركة تحقيق النصر بأقل الإمكانيات وأقل أقصر الطرق، بأقل مجهود، ده رصد حتى تهدف تحقيق النصر، النصر أو الشهادة، إما النصر أو الشهادة، هذا الذي كان يعني أعتقد أنه يكون هدف وظاهر وبادي في هذا السيارة طيب أنا عرصدت الهدف وحددت الإمكانيات اللي عندي وأيضا نظرت إلى المحددات التي تعوق تنفيذ لهذا الهدف ثم اتخذت القرار من خلال تقدير مواقف كامل، أقدر المواقف إزاي؟ كيفية تطويع كيفية تطويع، الأمكانيات المتاحة اللي عندي، القضاء على أو التغلب على المحددات التي كانت تعقن التنفيذ هذا الهدف في هذه اللحظة أتخذ القرار المناسب لتحقيق الهدف خطة القرار أبدأ استمع لبعض التقارير للعناصر المعنية والتي تقدر تقول لنا ممكن في تخصصاتها المختلفة لأننا عشان أتخذ هذا القرار ونفذه على أرض الواقع يجب أن يكون مدرك تماماً لكافة العناصر المتعلقات التي تتعلق بتنفيذ هذه الخطة فيه معناصر معنية، عناصر فنية، عناصر تخصصية، عناصر مش مقاتلة بحد ذاتها ولكن يعني عشان يبقى البيئة الكاملة، البيئة الحظمة لهذا القرار تكون متكاملة يعني تتكامل فيه كل مكونات المجيش المصري من استخبارات إلى تنفيذ كله 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 يعني كل جميع العناصر من استطلاع يعني استطلعت عشان يديني المعلومات الكاملة عن العدو وعمل المستقبلية هيعمل إيه؟ هينفذ إيه؟ وبالتالي قدر أطوع الإمكانات اللي عندي عشان تتغلب على هذه القدرات اللي ممكن تعترض طريق تنفيذي لتحقيق المهمتي ده الجزء المهم، استمعت لتقرير رؤساء المعنيين عندي مهمات، عندي تعينات، عندي موقود، عندي طبي، عندي مهندسين، عندي مركبات، عندي مدرعات، عندي حرب البيترونية، عندي حرب الكمائية عندي كثير من التخصصات إدارية قيادة عامة كاملة بتتكلم في هذا الموضوع شاهدت القرار المناسب في التوقيت المناسب، ده فيطار التخطيط الاستراتيجي لتحقيق النصر أنا بخطط لتحقيق نصر، تخطيط استراتيجي عشان حق النصر وبالتالي أشوف المستويات اللي أنا أتعامل معها، مستوى كنت أتعامل مفرد أنا بنفسي بس، ولا سنائي مع جهة تانية ولا خليمي مع مجتمع خليمي أو دولي على مستوى الدولي هل هذا كل الكلام بده نسقطه كمان شوي على الحرب نفسها؟ ما أنا بنزله على الحرب دلوقتي بسيقه على الحرب لأن أنا لو بسيت كده وبنظرة بسيطة جداً قبل ما اتخذ قرار الحرب كان فيه اجتماع للتحادل الأفريقي وضمنت على أقل 80% قطع علاقات من الدول الأفريقية للكهان الصهيوني في هذا التوقيت لمساندة مصر والوقوف إلى جوار مصر كما وقفت مصر إلى جوارهم أثناء حركات التحرر في أيام دمار عبد الناصر فرداً للجميع، دي جزء مهم جداً لازم نشوفه أيضاً كان فيها تحرك للرئيس الزعيم البطل محمد أنور السادات أيضاً في تجارية الدول الدول عدم للنحياز وأن قرابة المئة دولة بتؤيد فكرة الوقوف إلى جانب مصر كلام حضرتك عشان الإجابة على التساؤل بتاع الأستاذ الأنا فيما يتعلق به أن العمق إزاي المستوات دي بتتعامل معه أخليمي ودولي وسنائي مع سوريا عشان برناها أجل فردي لو لا واحدي كل كلام حضرتك ده بيؤكد بأنه حرب اكتوبر أو نصر اكتوبر لم يكن صدفة كان هناك تخطيط كان هناك إعداد كان هناك أفكار كان هناك أيضاً استعداد يعني إحنا كلنا شفنا كمان من خلال أفلام ووثائق كيف تم كمان إعداد القوات المسلحة من جديد وجيش المصري والاستعداد وحرب الاستنزاف من قبلها وعمليات كثيرة لتحرير الأرض قبل النصر أنا عايز أوصل للنصر والخداع الاستراتيجي وفكرة اليوم وفكرة يوم كبور زي ما هو موجود في الجانب الإسرائيلي الساعة اللي تم الاختيار التمويه اللي حصل خلينا نذكر الأجيال التي ربما لم تقرأ ولم تكن موجودة يعني البداية كانت بداية إزاي حقق هذا الانتصار يعني اللي لازم أعمل أخذ المقاومات كلها لك تكفل هذا الكلام تم بناء وإعداد القوات المسلحة لهذا الغرض تكتفت كل أجهزة الدولة عشان في إطار الإعداد وهو لازم أن أعد عديت القوات المسلحة عديت مصرح العمليات اللي أنا ههاجم عليها أو هتعامل معها أو هتعامل فيه عديت الشعب نفسه عشان يتهيأ ويجهز ويعد لمستهزة الأمور في روحه المعنوية واستعداده أهدت أجهزة الدولة كلها المختلفة في إطار عملية متكاملة مستمرة على أسس علمية سليمة كلام علم مش كلام لأ لازم مدروس ومعرفة المتغيرات الدولية والإقليمية وأثارها على الموقف نفسه بحيث أتعرف على الإفرازات بتاعتها المتمثلة بتحديات التحديات ممكن تأقنى عن تنفيذ المهمة وفي نفس الوقت تحييد في طرد سياسي لأن كان في أعداد سياسي أيضا تحييد اللي أنا مش قادر أجابه أو قادر أوظفه الصالحي أحييده وهو أتعامل مع الأشقاء في صورة تعاونه ده اللي تم بالفعل في المعركة جزء تاني مهم يتعلق بالشق الاقتصادي أنا كان لازم أعد وهيئ النقل والصناعة ووسائل النقل نفسها عشان تبقى جاهزة للتقل كل ده كان رائع يا فندم بس إحنا بنتكلم عامة الشعب المصري والعربي لم يكن أحد يعلم عن ساعة الصفر تكلمنا بقى على هذا اليوم ما أنا هقول حضرتك إزاي يعني عايزين تفاصيل للناس توصل لهم أقصد التفاصيل دي اللي حوصلها لحضرتك بس أنا بقول لي حضرتك إزاي لازم نعد الموضوع طبعا بداية بالإجراءات اللي قلت لحضرتك عليها بطار إعداد الدولة للحرب أو استعدادها للحرب ده جوزي كان لازم وكل الأجهزة وكل الناس معنية بيه طب الانطلاق بقى للوصول إلى الهدف اللي احنا عايزين نوصله ومعاد أو ساعة الصفر أنا عديت قوات المسلحة عملت الأول تلت تجارب تعبئة ونقل للقوات تمام واحدة في مايو واحدة في أغسطس السوء الثالثة كانت في أكتوبر للتنفيذ الفعلي فإسرائيل كانت في نفس الوقت في إطار خطة الخداع الاستراتيجي للتنمت كانت بيتنفذ هزا في نفس التوقيت لانا بنفذ في هزا الإجراء كنتي بدي أعمل نفس الإجراء أيضا مم بيتجاهز نفسها بتصرف عشرة مليون كل مرة المرة الثالثة ما عملتش اللي هو يوم كجور اللي هو يوم السبت يوم ستة أكتوبر آه قالت لا ده هم كده بيعملوا حركات فقط أنا كنت في نفس الوقت بعمل إيه؟ بطلع جزئين آآ يعني بطلع ثلاث عناصر الكتيبة ثلاث سرايا مثلا بطلع ثلاث سرايا يطلعوا الثلاث سرايا يثبتوا واحدة ترجع يبقى المنظور أمام الرأي العام الإسرائيل أو المراقب أو المتابع أو العناصر يستطلع إن القوات رجعت تانية وما رجعتش بدأت على المرتين بقى أكون القوات غرب القناة والجاهزة خطة فتح استراتيجي عميقة وعبقرية لأن حضرتك عارفها المنطقة السكنية ومنطقة فيها زراعات فحركة المناورة بتاعت القوات صعبة الساعات التكتكية قليلة ومحدودة فكن لازم أعمل خطة زي ما يقولون باللغة العامية ما تخرش المية ما فيهاش ثانية ثانية واحدة فيها غلط بإضافة للفرق المادي والجزر ولازم أعمل في هذا التوقيت أعمل حسابي عشان طبعا لو حصل عبور يبقى لازم الترسي الكباري على مية مستوي بالزبط على منسوب واحد عشان البدايات والنهايات الشطين من هنا ومن هنا طيب عملت الإجراءة ده وعبرت الناس ووصلتها الساعة اثنين وخمسة بعد القوات الجوية مخدت إجراءاتها وقوات تحركت من واكن الانتشار وتلعت على خطوط الدفع وتلعت تحركت وبتعبر دلوقتي على خناة السويس طيب العبور خرطيم المية وفكرة بقى الخرطيم وبقى زاكر رحمة الله عليه والفلسفة اللي عايز أقول لحضرتك برضو يعني دي تدلل العلاء العبقرية للمقاتل المصري وحينما يتعرض للأسبق أو للمشكلة بخرطوم هي قدر يزيل ما يذكر أنه محتاج ستة وسبعين خط الأسطورة ستة وسبعين كنبلة زرية عشان تقدر تفتح الفتحات الستة وسبعين فلسطر الترابي إنما فتحناها بايه بستة وسبعين ترمبة مية ترمبة دي عشان تيجي برضو فيها خط الخداع استراتيجي لازم تيجي تبع وزارة الزراعة أو وزارة الداخلية على اعتبار إنها للحريق وفي نفس الوقت تيجي من دولتين مختلفتين وتتشاوم في اسكندرية وتتغطى في التشميع ومتعد ستة أشهر وتبتدي تتحرك بعد كده تخش يعني مرحمة بطولية في هذا الصياغ عشان أوصل بس للأداة اللي هتنفذ الحلقة مستمرة معكم عن يوم عن نصر وحرب أكتوبر إذن فاصل مشاهدينا ونعود إليكم